لما ييجي رئيس الجمهورية يوم الخميس يصدر مجموعة من القرارات متعلقة بزيادة الرواتب ده واحد في قطاع العام أو العاملين بالدولة وإحنا بنتكلم في خمسة مليون مواطن وشوية طيب وفي نفس الوقت نزود المعاشات وفي نفس الوقت نزود تكافل وكرامة اللي تبص عليه هنا هو إنه الدولة بتعمل ده لسبب واحد بس مش لسببين إيه هو؟ إنه تقلل قدر الإمكان من ما أحيانا يطلق عليه موجة ارتدادية للأزمة الاقتصادية العالمية طيب تعالى نشوف الدليل أو الشاهد على اللي احنا بنقوله إيه؟ بالعقل وبالمنطق تتتا كده قبل الكورونا لا تعالى نروح 2017 سعر صرف الجنيه أمام الدولر أو العكس كان قد إيه؟ كان 19 جنيه ونص تقريبا صح؟ كويس قوي وفضلنا ماشيين في خط إصلاحات اقتصادية وإصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري بشكل منتظم وثابت وزكي طيب قبل الكورونا مباشرة انخفض سعر الصرف ده من 19 ونص لتقريبا 15 ونص يعني نزل أربعة جنيه صح؟ ولا احنا نسينا؟ طيب ده معناه إيه؟ معناه ان انت ماشي بالمظبوط لما جات الكورونا انت تهزيت لأن الكورونا هزت الاقتصاد العالمي بوزت مسألة سلسل الإمداد رفعت أسعار كل حق إلخ إلخ نتيجة ما انه مفيش انتاج المصانع بدأت تقف في العالم كله إلخ طيب هل احنا لما خرجنا من الكورونا في أي بلد في العالم لحق يشم نفسه ولا هب حصلت الحرب يوم 24 فبراير 2022 محدش لحق يشم نفسه فانت عندك وضع اقتصادي كان سيء جدا بسبب كورونا لمدة سنتين ثم ملحقش الاقتصاد العالمي يتعافى فرح واخد خبطة بخمة جدا 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 هزت اقتصاد أوروبا بالكامل بالكامل دول الاتحاد وغيرها وهزت الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية فأسطلت على اقتصاديات العالم بخ فمحدش لحق يتعافى فكله بيعاني من نواتج الأزمتين كورونا وحرب انت هنا بتتكلم على دول هي سقف العالم استقرار اقتصادي وقايم على تنوع روافض الاقتصاد ومورده ومدخلاته طيب تفتكر لما يبقى فيها أزمة بالشكل ده في العالم تؤثر على اقتصاد أسواق نشأة إلى أي مدى يعني إذا كان البريطانيين خايفين من انزلك من خط الفقر الألمان احتجاجات الفرنسويين احتجاجات إيطاليا احتجاجات أمريكا بترفع فيها أسعار الفايدة قدر الإمكان عشان تحاول تجذب أي رؤوس أموال وأموال ساخنة عشان تعرف تحاول تقف قدام الأزمة وأسباب أخرى سيبك منها دلوقتي يبقى طبيعي أن انت تتأثر تأثر شديد طبيعي ده ملوش علاقة بأدائك الاقتصادي خالص الاقتصاد فيه بدل المدرسة أربعة وخمسة وعشرة فحد هيقولك والله أصل المدرسة دي أنجح المدرسة دي أفضل المدرسة دي أكثر إثمارا كل ده كلام رائع لكن ده مش معنى أنه أدائك وحش بدليل أن أنت معدل النموة بتاعك كانت بيتصاعد جات الدولة عملت إيبقاء أزمة اقتصادية يعني وضع راهن السنة اللي فاتت لو تفتكر عملت الدولة تقريبا إجراءات قريبة من ده وجات السنة دي الدولة تاني تروح واخد إجراءات جديدة وتصدر قرارات جديدة بزيادة الحدود الدنيا للأجور زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة على الشرائح بتاعة المبالغ والسنة اللي فاتت لو تفتكر زودت القاعدة بتاعة تكافل وكرامة أكتر يبقى الدولة بتشتغل لما صلحتك؟ ولا لأ؟ طيب بتتحمل هي دا؟ ولا لأ؟ أه بتتحمل طيب في نفس الوقت خد بالك بقى أنت اللي احتياطي بتاعك زاد ولا مزادش؟ زاد طيب سددت الديون اللي عليك أو سددت اللقصات اللي عليك بتاعة 22 ولا لأ؟ أه سددت يبقى زي ما قال الريس نصا ما تقلقش كل المطلوب شغل شغل شغل